مساء الخير على حضراتكم مشاهدي ومتابعي تيليجراف مصر في كل مكان يعني متواجدين مع حضراتكم حاليا لرصد تفاصيل القبضة على التربي اللي ادعى انه عصر على سح للاعب السابق مؤمن زكريا امبارح انتشرت وقعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر انه في تربي ادعى انه عصر على عمل او سحر للاعب نادي الاهل السابق مؤمن زكريا متواجد في احدى المقابر بالقاهرة وبالتحديد في منطقة البستين يعني التربي ادعى انه لقى السحر وانه تواصل مع لاعب مؤمن زكريا وانه حضر للمقابر بصحبة زوجته وشاف العمل بعينه واخده النهاردة اجهزة الامن بمدرية امن القاهرة يعني فجرت مفاجأة في الواقع وقلقت القبض على التربي وزوجته وابن خالته وزوجة ابن خالته لاتهامهم بفبراكة الواقع وفبراكة الفيديو بهدف الكذب والتربح من وراء هذه الواقع ونشر الاكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي ورجحت التحريات الاولية قيام التربي واسرته بفبراكة الواقع حيث قاموا بوضع تلاصم وعروسة واعمال بالموت والمرض داخل المقابر ثم استدعوا مؤمن زكريا يعني الاجهزة الامنية وضحت ان التربي هو واسرته بالكامل فبراكوا الواقع وفبراكوا الفيديو وهم اللي عملوا السحر وهم اللي عملوا التلاصم ووضعوها داخل المقابر وصوروها فيديو فبراكوا فيديو ويعني لكذب الاموال او اصارة الجدل واستدعوا مؤمن زكريا الى المقابر علشان يشوف العمل انبارح تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة بشراسة والكل كان بيتناولها والكل كان عايز يعرف ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل داخل مقابر البساتين بالفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناولوا فيديو للتربي مقطع صوتي وهو بيقول فعلا انا لقيت تلاصم ولقيت حاجات تخص اللاعب السابق مؤمن زكريا داخل المقابر وانه يعني تواصل مع مؤمن زكريا وورا له او يعني خلاه يشوف الاعمال اللي هو لقاها وقع اصارة الرعب والقلق عند الكتير من الناس والناس كتير سألت يعني هل لو ده حقيقي يعني الناس بدأت تخاف وبدأت تقلق لان الواقعة غريبة انك تلاقي عمل مكتوب عليه مرض وتعب وصورة مؤمن زكريا في حين ان اللاعب السابق بقاله سنين بيتعذب من القلم ويعني من المرض وبيعاني فجأة ظهر التربي وبيزعم انه لقى السحر اللي معمول لاعب النادي الاهلي عفوا وانه خلاص مشكلة مؤمن زكريا وقع اصارت يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا وظهر التربي مع الاعلامية رهام سعيد من خلال ساعات الماضية وقال انه عصر على سحر يحمل اسم اللاعب مؤمن زكريا في احدى المقابر التابعة لمنطقة البساتين بالقاهرة وان الحوش اللي لقى فيه السحر يعني ملهوش علاقة بكابتن مجدى عبدالغاني لا من قريب ولا من بعيد واشار التربي في حديثه مع الاعلامية رهام سعيد ان بعض الاشخاص المتواجدين داخل المقابر هم اللي بلغوا ان الحوش تابع لكابتن مجدى عبدالغاني وطبعا كابتن مجدى عبدالغاني خرج في تصريحات عبر ترينجراف مصر في الساعات الماضية انكر تماما انه يمتلك حوش في هذه المقابر وانه ما زرش مقابر الاسرة منذ اربعين عام وانه اشترى مقابر جديدة في منطقة ستة اكتوبر بالجيزة ويعني ما يعرفش اي حاجة عن الاخبار المتدولة والمنشورات المتدولة وكنا في تليجراف مصر نشرنا تصريح يعني الكابتن مجدى عبدالغاني ووضحنا للسادة المشاهدين وجهة نظره وتصريحاته في هذا الشعب النهاردة الاجهزة الامنية القت القبض على التربي واسراته واربع اشخاص من اسراته في اتهامهم ب يعني نشر اخبار كاذبة وفبراكة الواقعة وتزيفها يعني الاجهزة الامنية بمدرية امن القاهرة القت القبض على التربي وزوجته وابن خالته وزوجته وزوجة ابن خاله خالته ولفبراكيتهم وقعت السحر المؤمن زكريا كما تم القبض على نجل التربي لقيامه بتصوير الواقعة يعني الاسرة كلها تم الابضع لها التربي ونجله وزوجته ويعني خالته وزوجة ابن خالته تم الابضع لهم ليه تم الابضع لهم لانهم فبراكوا الواقعة زيفوا الواقعة عملوا سيناريو للواقعة جابوا ورق عملوا عليه تلاصم وسحر جابوا صورة اللاعب النادي الاهل مؤمن زكريا واضافوا عليها بعض التلاصم الغير حقيقية ودفنوها داخل المقابر وقاموا بتصويرها فيديو علشان يوصقوا ان دي واقعة حقيقية وبعتوها فعلا لقاب النادي الاهلي مؤمن زكريا وادعوا ان مؤمن زكريا تواصل معاهم وجالهم ويعني انه معموله سحر ان خلاص انت هتخف طبعا مؤمن زكريا نتمنى له كلنا الشفاء العاجل بقاله سنين بيعاني من المرض بقاله سنين بيحاول انه يعني يقوم ويقف على رجليه تاني اتعلق بامل اتعلق بامل هو عايش عليه بقاله اتنين طبعا على حسب رواية التربي بعض الصفحات على الفيسبوك والسوشال ميديا انه مؤمن زكريا تواصل معاهم ورحلهم لحد المقابر وقعد معاهم وشاف العمل بنفسه هو وزوجته ده على حسب كلام التربي وتم التواصل مع مؤمن زكريا وتم يعني اه قعدة بينهم وبناء عليها مؤمن زكريا اخذ العمل بتاعه ومشي كواليس القعدة هو ما حكاهاش التربي بالزبط وما قالش تفاصيلها ولكن النهاردة الاجهزة الامنية فجئتنا كلنا بخبر القبض على التربي وزوجته ونجله وخالته وزوج ابن خالته تم القبض على خمس اشخاص في هذه الواقعة خمس اشخاص متورطين في فبراكة هذه الواقعة وتزيفها لإصارة الرأي العام ويعني كذب الاموال من وراء هذه الواقعة وقيامهم بتصوير فيديو يعني 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 فين الحقيقة عاجز عن الكلام يعني شخص عمل تمثيلية جاب ورق كتب عليه تلاصم جاب صورة كابتن النادي الاهلي مؤمن زكريا حط عليها بعض التلاصم دفنها داخل المقابر ويخلى ابنه يصوره فيديو هو بيطلعها علشان يأكد ان الواقع حقيقية وبالصدفة وبالفعل اقاموا بتصوير الواقع فيديو ووسقوا الواقع بالفيديو وتواصلوا مع لعب النادي الاهلي مؤمن زكريا وقالولوا احنا لقينا عمل لك عمل بالمرض وبالموت وبالفشل طبعا مؤمن زكريا على حسب رواية التربي لبعض المواقع الاعلامية او لبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ان مؤمن زكريا توجه لهم بالفور وتم التواصل معهم ورح لهم لحد المقابر وظهرت احدى الفتيات على منصات السوشال ميديا وقالت ان مؤمن زكريا حضر عندنا مبارح بنفس الطريقة وقعد معانا وشاف العمل واحنا معانا فيديوهات كتير اوي ممكن نطلع بها ترند ولكن كنا متفقين مع كابتن مؤمن ان احنا مش هنقول لحد وارد جدا يكون اتفاقهم مع كابتن مؤمن انهم ما يطلعوش السر لحد او ما يقولوش السر لحد لان الواقع كذب ولكن الاسرة تفاجئت ان السوشال ميديا كلها عرفت بالواقع والسوشال ميديا كلها بتتكلم عن الواقع وكذبهم اتكشف والنهاردة الاجهزة الامنية القت القبض عليهم جميعا الخامس اشخاص تم القبض عليهم وبيتم الان التحقيق معاهم لمعرفة اسباب يعني اختلاقهم لهذه الواقع ونشر اخبار كذبة وترويع الناس الحقيقة ان التربي مبارح كمان يعني ظهر مع الاعلامية رهام سعيد في برنامج على قناة هي وقال لها انا فعلا لقيت يعني اعترف بالواقع تاني الواقع الكذب اللي هو من فابريكا اعترف بيها وقال انا لقيت عمل للكابتن مؤمن زكريا داخل المقابر في البستين وتواصلت مع مؤمن زكريا وجالي هو وزوجته قعدوا معايا وكمان صرح قال انا معرفش ان الحوش تابع لكابتن مجد عبدالغاني ولكن بعض الاشخاص المتوجدين في المقابر قالوا لي ان الحوش ده تابع لكابتن مجد عبدالغاني خرج كابتن مجد عبدالغاني في تصراحات خاصة لتليجراف مصر يعني الساعات الماضية وقال انا مليش علاقة بهذا الحوش ولا ليه اي عدوات مع كابتن مؤمن زكريا ومليش علاقة به علشان اعمله عمل او اضره بحاجة زي كده بالعكس انا بحبه وكنت كتير بحاول اساعده وانا ما عنديش حوش في مقابر البساتين بالعكس انا ما زرتش مقابر اسرتي بقالي اربعين سنة وانا اشتريت مقابر جديدة باسمي في منطقة ستة اكتوبر ده كانت تصراحات الكابتن مجد عبدالغاني بخصوص الواقعة معانا في تليجراف مصر دي كانت اخر التفاصيل واخر التطورات في هذه الواقعة وانه تم القبض على خمس اشخاص متهمين في هذه القضية بنشر اخبار كاذبة وصارت الرأي العام وبناء عليه الاجهزة الامنية القف القبض على التربي ونجله وزوجته وابن خلته وزوجة ابن خلته الخمسة كانوا مشتركين في هذه الجريمة تم القبض عليهم وهم حاليا يعني بيتحقق معاهم ولسه جهات التحقيق هنشوف هتوصل معاهم لفين وهيكشفوا لنا تفاصيل جديدة عن الواقع ويعني هنعرف كل جديد تابعونا في تليجراف مصر شكرا لحضراتكم مشاهدي ومتابعة تليجراف مصر في كل مكان